القدافي من هذا التحالف اليساري مع الإيطاليين وليبيا دورها مهم في إيطاليا لأن هناك هنبوب تحت البحر غاز إلى الاستثمارات إيطاليا عندها أكثر من 30 مليار يورو استثمارات في ليبيا ليبيا حوالي عندها 15 مليار يورو عندها نصافي نفط بنوك استثمارات فنادق سندات إذن علاقة مهمة جدا ولكن كيف استطاعنا يفعل ذلك بيرلوس كوني تعرف ببعض هو منبهر بشخصية معمر المسيطر الحاكم القوي القاين يعتقد بيرلوس كوني أن طبيعة الجوار ليبيا مقابلة لإيطاليا يفكر أنه يكون عنده بيت في المستقبل في ليبيا يكون علاقة اجتماعية خاصة بليبيا وحتى لما جاء معمر لإيطاليا عمل له بيرلوس كوني عادة لا يستقبلون أحد في المطار فكان بيرلوس كوني استقبله ثم في التوديع كان كان مريض شوي عند حرارة فقال معمر لا أسافر حتى يأتي بيرلوس كوني فجاء ثم أعمل احتفالات وفرسان فكان هناك نوع من الحب أكثر من بيرلوس كوني لمعمر القدافي وأيضا معمر كان يعتبر بيرلوس كوني هو أحد أبوابه لأوروبا ثم العلاقة اللي كانت تربط بوتين رئيس وزراء روسيا ببرلوس كوني علاقة قوية جدا فعلاقة بعمر أيضا فتكون ثلاثي من هؤلاء حاولوا أن يستغلوه بعدين في تطوير صناعة الغاز إلى آخره وإقامة ثام فاجتمع العلاقة الشخصية مع التكوين الداتي للأثنين ثم المصلحة إلى آخره فتخلقت كما ذكرت لك كيميا وخلت والحقيقة كان بيرلوس كوني منبهر حتى حاول يعرقل وساهمت إيطاليا في الحملة الأطلسية على الإنظام القدافي وإنقاد الشعب الليبي ولم يركب بيرلوس كوني ذلك في زيارتنا من الأسبوع الماضي لبيلانو حكاها بيرلوس كوني لمحمود جبريل رئيس وزراء حكومتنا وقال لانا تربطني علاقة ولكن رئيس الجمهورية نابوليتانو القائد الأعلى القوات المسلحة هو الذي فرض لذلك ثم ذهبنا إلى التصويت في البرلمان الإيطالي وصوت بالإجماع من أجل الحياز للشعب اللي حاول أن يحميه إذن بيرلوس كوني وبرلوس كوني يعني تأثر جدا من أنه في لحظة حس كأنه خان صعبة أنا سألني لما زار مصطفى عبد الجليل زار أول مرة إيطاليا رئيس المنزل الانتقالي وكنت معه وكنت أنا نعرف بيرلوس كوني وعلاقته بي كبيرا فسألني باللغة الإيطالية قال لي أريد أن أستمع إليك لماذا أنت ضد الجداف كان حاضر وزير خارجية وحاضر وزير الدفاع ونائبة مؤساء أمين عام مجلس وزراء فقال لي قلت له اختصار سيد الرئيس لو ابني أخذ رشاش وبدأ يقتل في شعبي هل أدافع عنه؟ قال لي أوكبيتو لقد فهمت فكان هو زي من ناحية شخصية كذا قلت له هذا إنسان أنت اللي أختلف عليه في قضية اقتصادية أو في قضية سياسية هذا إنسان تجمع فيه استالين ونيرون وهتلر وموسيلي وتيمورلانك وصدام حسين في معمر القدافي وانفجر كل هذا الشر في وجه شعبنا وأهلنا نصل إلى الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لنحو ثماني سنوات والدور الليبي دور معمر القدافي في هذه الحرب ما كان رأيه وموقفه منها؟ الحقيقة كان هو موقف معمر كان زي ما قلت لك هو الصراع على من يارت عبد الناصر ومن يارت الزعامة حافظ الأسد تتكلمنا عليه ما كانش فيوار ردها ما كانش كان فرض نفسه الجغرافية السياسية وموقفها فكان الصراع بقى بعد عبد الناصر بين معمر وبين صدام الأخواننا في السعودية ما كانوش أيضا لنفسه على الزعامة كان راضيين بموقفهم وموقفهم من روح فكان فيه أيضا فيه كره من الأول بين معمر حتى في أول زيارة ليه لما كان صدام حسين نايب البكر حدث كلاش وقالوا لها أنت تزور صدام فمعمر ما كانش يريد أن يزور نايب فالبكر حاول يسلط في صدام وأنا راح زارها وكانت المقابلة جافة جدا ثانيا أول بعد تورة 1969 أو الفاتحة أو الإنقلاب جاء صدام حسين لليبيا والتقى بعمر الضغيس مسؤول حزب البعث في ليبيا جناح العراق اللي فيما بعد عدمهم عمر وصدام قال له أحركهم سعدون حمادي اللي كان عضو القيادة القطرية وكان عضو رئيس مجلس نواب كان في ليبيا في أول الستينات وكان هو مسؤول حزب البعث ومتزوج من فلسطيني الليبية من أصل فلسطيني فحكم عليه ففيه موروط عدائي بالإضافة إلى موروط العداء بين البعث وبين عبد الناصر فمعمر موقفه من البعث ومن العراق البكر كان لطيف مع معمر لكن صدام كان مختلف فهو الحقيقة ليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية ليس حبا في إيران ولكن كرها في صدام وليس في العراق حتى لدرجة أنه دعم إيران بالسلاح في حربها ضد العراق دعم إيران ولكن للحقيقة نقولها الآن إن معمر كان في أصوات في داخل ليبيا مغتاضين وأنا كنت منهم من الدعم الليبي للعراق ولكن لم يكن حتى مثلا عبد السلام جلود زر تنويه لإيران وصار خلاف كنت أنا وزير إعلام وصار خلاف بيني بينهم وما رضيتش نوقع على بعض الاتفاقيات فرجعنا كنا في موسكو وقرأهم فكلمني في الليل ليش ما توقع قلت لك مثلا توحيد فكرة التورتين قلت لك لا توقع لا توقع بقرار فيعني للأسف أحد جرائم معمر دعمه لإيران قصفت بغداد بصواريخ ليبيا وقلت لهم أنا كل طوبة من العراق فيها جزء من تاريخنا اليعقل والصحاف محمد صحيح الصحاف موجود الآن في أبوضبي وكان زميلي سفير في إيطاليا وكانت بيننا ما صنع الحداد وكانت نسهر يوميا أنا وياه وزوجته وزوجتي في بيتي أو في بيته والعلاقات مقطوعة بيننا وبين العراق وأيدي العراق في الصحف الإيد ولكن وقتها ما كانش فيه أيضا غضادة على أي واحد ينتقد الموقف الليبي كان مطلوب إلى حد ما هذا التوازن ولكن الخلاف كان بين الكره بين معمر القذافي وبين صدام حسين ولكن صحيح أنه المساعدة العسكرية اللي قدمتها ليبيا إلى إيران كانت بطلب سوري وهذا ما دفع معمر القذافي إلى تقديم هذه المساعدة أم عوامل أخرى لا معمر كان جاهز لذلك ربما كان أكثر اندفاعا حتى من سوريا قلت لك أن الرئيس الأسد كان عنده توازنات كان ضد صدام وضد العراق وكانت الحقيقة الحرب العراقية على إيران غير مبررة ولكن كان يمكن أن يلعب دور معالج الجزائر دور تصالحي مثل الجزائر كانت ضد الحرب هذه وحتى رئيس وزراء الجزائر بسكينة ضد أسباب عبد الغري أسقط بصاروخ يشك إنه عراقي والعراقيين شككوا في عروبة الجزائر لأن الجزائريين حاولوا أن يقوم بدون البصالحة لكن معمر كان يكره صدام حسين نبقى في موضوع صدام حسين حتى وصلنا إلى الغزو للعراق ماذا كان موقف أين الغزو معمر القذافي 2003 عندما أسقط صدام حسين عندما أطيح به معمر القذافي الحقيقة يعني هي كلمة حق أريد بها باطل أو باطل أريد بها حق لم يكن خطابة في القمة العربية في دمشق واضح قال الدور جاي عليكم يعني مش عليه هو مقالش علينا لا استطنا نفسه يعني هو خارج التقييم معمر يخاف الأمريكان لا يخاف من أحد لا يخاف من الله معمر يخاف من الأمريكان وأنا أعلم ذلك وحتى لما قصرت الانتفاض أعطينا مثلا لو سمحت من أحاديثه معك مثلا كيف كنت تشعر بأنه يخاف الأمريكيين أنا نقول لك حادثة في يناير 2009 دعيت إلى زيارة واشنطن من كوندليز رايس ورحت فكنت أنا نقول لي يا خم عمر خلي شوية عندنا ملفات يقولي لازم تروح آخر مرة كنت معاه في المكتب أمتاعه ومعايا محمد طهر سيالة كان النايب امتاعي لشؤون التعاون وبقينا ثلاث ساعة ونص قلهم وقلهم وقلهم واشوفهم وكان أنا على الوقت غير مناسب وكان يلح علي كل يوم راحت زرت واشنطن وكانت لي محادثات طويلة مع كوندليزا أول موصلة ليبيا استدعيت التحقيق لماذا نهبت إلى أمريكا طبعا صار بعدين خلاف بين أمريكا ووقفت على العمل وعملت تصريح بكات الأنباء الفرنسية واخدت سيارتي وذهبت إلى الجنوب وقلت أنا هؤلاء لا يعرفوا إدارة الملفات وعندنا ملفة مع أمريكا وكذا ويريدوا تخرب العلاقات مع أمريكا بعتني طائرة خاصة في الليل في سبهة في الجنوب ورجعت وكان في اجتماع وزراء الخارجية العرب وقالي لا بد أن تتروح تحضر لكي لا يفهم الأمريكان أن زيارتي فاشلة وأنها هو طبعا السبب أنه ابن معتصم كان يريد هو يمسك ملف الحوادى غير صحيح وجابوا مسكينة اسمها القبلاوي هي المراسلة ليبيا وقالوا لها إن في قاتلهم الراجل كلمني بنفسه ورفض التنفيه وموجودة هي قدر الحياة أيضا نحن يوم 17 ديسمبر 2003 وصلت المحادثات بينا على أسلحة الدمار الشامل إلى نقطة العودة فيوم 18 رحت لها أنا كنت كان فيه استقبال أو شيء وكان معنا نور البسباري بدي المراسم وقالت لي يا خم عمر خلاص الآن يريدك تطلع وتقول أنا تخليت عن سلحة الدمار الشامل ويطلع يتني عليك بلير وثم جورش بورش قال لي فرض أننا نطلع ونقول تخليت ويدينوني هم يدوني يقولوا ها واعترف الآن هم صدام حاولوا يعترف حيعملوا لنفس اللعبة لا يمكن فبعدتنا نياخشنا للبيتة ومعنا مدير المراسم فدخلنا للصالون ونا نحاول نقنعه فقال يا خينا عايز ننخل دار النوم متاعي خدنا يا نوري الصبح تكلمني تاني يوم مبكر قال لي شوف أي حل خلي أنا سجل على كاسيت مرأي تلفزيوني ويسجل توني بلير على كاسيت ويسجل بوش على كاسيت وانتبادلوا الكاسيتات لكي يتأكد أما أنا أصرح ثم هم لا يصرحون أنا لا أكبر حاولت نقضع بها كل الطرق قلت لهذا كان بعد يوم تسعتاش الموضوع حيفشل قال لي لا يجب أن لا يفشل لكن هذا ثقف أنت أبدأ به فرحتنا الساعة ثمانية يوم جمعة كان يوم تسعتاش ديسمبر وقلت لك بدأ هو يكلم فيه كل شوية وعبد العاطي العبيدي ومحمد الزوية ونعمله سياغة بعدين وصلنا إلى صيغة المعدات التي تمتركها وقد تؤدي إلى إنتاج أسلحة محرمة دوليا قد قد تؤدي وكنا انتبادلوا إلى غاية موسى كوسى أغمع عليه هذا كل يوم في مكتبي من التعب من التعب كنا طبعا إرهاق وتوتر بعدين وصلنا إلى صيغة أنه هو يعمل تصريح اتفقنا أني أنا أتحدث أعمل تصريح وهو يعمل أنا أتكلم في التلفزيون وجيب صحفيين ثم هو يصرح لوكاة الأنباء الليبية وأنا كتبت نص التصريح متاعه وهو قرأه وبعدين طلع وراي من بلير وطلع بوش وصلت البيت قات لي زوجتي تليفوني القيادة يرون ما بتطلش فجبت قلت البدالة لوبريتور مني قال لي الأخ القاية تكلمت قال لي شوفت يا عبد الرحمن شوفت طلع وراك بوش و بلير قبلها قال لي أنت يا مغفل بتصدق أنت تطلع وبيطلع وراك بوش و بلير فقال لي بكرة الصباح جيت أفطر عندي فلجيت يستناني قدام الخيمة وكانت صور على التلفزيون صورتي أنا وصورة بلير وصورة بوش فهو كان يعني لا يصدق كان في قمة الفرح فكان هو عنده هاجس من الأمريكان معمر لا يخاف إلا الأمريكان كان خايف يطيحه فيه لما صارت قصة صدام حسين كان يوم عيد الأضحى وكنت لم أأيد في المزرعة متاعي كان البغداري تقصد أعدامه أعدامه نعم كان يكلم فيه البغدادي طول اليوم ساعة ستة فجر كلم البغدادي قال لي يا عبد الرحمن فيه مشكلة القايد متوتر جدا ولازم نعمله حل إيش رايكنا عنه الحداد ونقوله نسربه سنعمله تبتالي صدام أو كده فجت له إيش انت خبرت معمر جت له هتعمل حداده قال لي خلينا نتحملها نوياك ونعمله هجت له اوكي فكان معمر متوتر جدا كان متوتر لأنه خائف على مصيره يعني خائف هو يخاف من الأمريكان يخاف على الأمريكان وطلب من علي كيلاني ابن عمه شاعر اللي عمل وين الملايين وطالع عمه يمي يمي وطلع عمه القديس فانا استغربت كيف معمر يسمح بكل هذا الإطراء وهذا التمجيد لصدام حسين فعلي كيلاني جاب لي الأشريط وجاب لي قلت له والله يعني من يعرف هذا المن عام له انت قال لي نعرفك يا عبد الرحمن يعني فهمتني وفهمتك فهو معمر كان هايش سه وفعلا بعد قصة بس للأبانة أسلحة الدمار الشامل حكينا فيها من الألفين وواحد يعني بدأ بالتحول قبل يعني الأيطافة لصدام حسين أنا عين في الخارجية يوم أربعة مارس ألفين يوم تسعة مارس ألفين حطيت حوالي خمستاشر أو ستاشر نقطة في برنامجي وقلت لي موسى كوسا كان مدير مخابرات خلينا نروح للقاية فروحنا فقال نطلع من الخيمة وقلت لك لما يقول أطلع من الخيمة معناها ما فيش تسجيل فقلت له والله يا أخي القاية لأنني عندي نقاط لبرنامج متاعي كذا كذا فأول حاجة